يحلم العراقي بأن يكون صباح اليوم التالي خالي من المشاكل لكن دون جدوى فهي تلحقهم من مكان لآخر وآخرها انخفاض منسوب المياه الذي أصبح له أثر سلبي على البساتين والمزروعات بشكل مباشر مما يكبدهم خسائر جسيمة تنعكس سلبا على اقتصاد البلد المتهالك والذي يتعكز على ميزانية هشة لا تستوعب حجم فسادهم بالنسبة للقطع المي من الشي اسمه البساتين يأثر على شجر ماكو وشجر ميت فدان عاني ماكو خدمات منه قبل الحكومة مي ماكو فدان عاني كلش معانات كلش قوية شجرنا دان يزرع منه ويموت بالنسبة لهذا الدوباء سمه أكل النخال معانا ماكو دان الشي اسمه الثمر يصير وما دان نستفاد منه هاي قدودة ما يسمونها ما الفواكه ويعني ما دان نستفاد دان نذب دان نذب اللي نصرف على البساتين وماكو يعني لما يصير الثمر ما دان نحصل ثمرنا بعد انخفاض المياه ترتفع الملوحة التي بدورها تتسبب بقتل الحنضيات الصيفية وحتى الشتوية داعينا الحكومة بتنظيف الأنهر وإزالة التجاوزات التي دعت بعض الفلاحين بالتجاوز على المياه بصورة كبيرة من جهة وأخرى عن طريق نبتة شنبلان التي ما زالت السبب الأساسي بنخص المياه لدى الفلاحين قد ما تقل المياه بالأرض ومنسوب المياه ينخفض أكيد تصعد الملوحة وتقتل كل زرع موجود وكل شجرة موجود وخاصة الحنضيات والمياه اللي هي صيفية ويأثر على الشتوية أكيد وحتى النخل يكون ضعيف الحم المالة وهي دانعاني منها صار فترة طويلة وماكو حلول يعني جذرية تنوجد بهالبساتين هذي بداخل أي بلد أي بلد يصير بشحة مياه لأكو حلول حلول آنية اللي هي شن هاي الحلول كل دول العالم تعرفها والدول العربية يبدون بتطهير الأنهر أضافة إلى هذا هذا موجود الشنبلان الشنبلان هذا لو تريد تقرأ عليه تقرير كامل بأنه شقد يشرب مي شقد يشرب مي هو هذا وهي هاي مشكلة هاي ونطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللي هي ماشية صحيحة بالدول اللي جوان جاي تشتغل الدول الزراعة وما يترتب عليها من أهمية بالغة لسد حاجة المواطنين ورفض البلد بالطاقات الإنتاجية وتشغيل الأياد العاطلة عن العمل وإسناد اقتصاد البلد لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلا